بالنسبة لينا احنا على مستوى مجلس محلي بمنزل بورقيبة علش نقول احنا لانه قررنا وانه نخدم يد واحدة كمجلس محلي كيدي معناتها كرجل واحد وكنا عنا نفس الارادة اللي هو التشجيع للانتصاب الخاص والتشجيع الاستثمار وخاصة توجيه شباب اللي هي كانت انا بيدي معناتها من نقاط لبرنامج الانتخابي متاعي وان شاء الله بش نحرص عليها لانه فما مجموعة من الشباب تقاهي يحب يستثمر عنده الفكرة لكن ما عندهوش المعلومة لانه فما عديد البرامج في ايطار دعم الاستثمار اللي موجودة برامج الدولة تنسية اللي موجودة عند عديد الهيكل والمؤسسات لكن الشباب ما يعرفاش ما يعرفش كيفش الاجرايات ما يعرفش ليش كون يتجه ما فما دونك التوجيه والايحاطة هي بش تكون اولوية الاولويات بش ان شاء الله نشجعوا الشباب على الاستثمار والانتصار بحساب الخاص اكيد احنا ان شاء الله عنا امل كبير وانه المجلس الوطني للجهات والاقاليم خاصة من اولوية الاولويات ينظر في قانون السفقات العمومية لانه هذا معنتها من الملفات الحارقة اللي ضيعنا في برشة وقت على مستوى التنمية وعلى مستوى الدفع الاقتصاد وعلى مستوى البنية التحتية انه عديد المشاريع اللي متعطلة على مستوى محلي عنا مجموعة من المشاريع المتعطلة لأسباب معناتها مازلنا مبدئي نجالوها لانه مازلنا ما قومناش بالجلوس مع مثلا المقاول والإدارة المعنية وعلى آخره ما ديما نقول لنا في إطار معنتها انتظار انه يكون عنا معنتها نصنا القانوني اللي بيش يمكننا مننا نقوم بمهامنا اللي انتخبنا من أجلها هذا حاجة اثنين بالناسبة لي نتوه في إطار التقصي اللي قاعدين نعملو فيه بيش يكون معنا برنامج واضح في المستقبل بيش نخدمو في الجهة متاعنا قاعدين نلاحظوا لي فمّ مجموعة من المشاريع المعطلة وفمّ مجموعة من المشاريع اللي هي مزالت تحت الدراسة وبهم ياسر هذا أولا على مستوى التدخل محلي بيش أنت تنجم تقوم بمهامك على مستوى جهتك يلزن كزادة تكون عندك مجموعة من النصوص القانونية اللي في إطار اللامركزية تعطيك القوة القانونية بيش نجم أنت تصلح والأيه ببدئيا بالنسبة لأشكال العقاري هدايا اللي موجود في منزل بورقيبة ما عطت نجم بتقول كيف ما تشوف حتى المدينة ما عطتك تعم فيها دورة تلقى فيها عديد العقارات اللي هي قديمة ياسر هدايا إشكال كبير برشة ملف معنتها للنظر خاصة مع الجهات المعنية اللي هي السنيت والأملك الدولة عون في رابر معناتنا نشوفهم فيما بعد حسب الملف وحسب كل واحدة وين ترجع ملكيتها بيش نجم وإذا كان خواص فما قوانين يجب تكون موجودة ولي هي نتصور موجودة على مستوى الجماعات المحلية بيش تعايت للمواطن أنه ميخليش البنية متاعه تكون بالطريقة هذيكة معنتها متداعي للسقوط ولا تكون وكر للفساد ولا تكون تهدد سلامة العامة وجود الشباب الدجاء احنا المجلس متاعنا معناتها كل شباب وهذا دليل وأنه الشباب في منذ بورقيبة يمارس الحياة السياسية ومهتم بالحياة السياسية أنا بمالدوفوان ندخل حتى نقضي من عند عطار وإلا نبدأ نحاوس في البلاد معنات نقضي جون مم حتى من أجو صغير فمتني بفضل الثيقة اللي يخذيوها في القيادة العليا في سيد الرئيس اليوم تلقى الشباب بيقول لك أنا نتبعوا في سيد الرئيس وهنا نتبعوا فيكم وإن شاء الله ربي وفقهم جون وهذا شي مشرف لأنه اليوم يلزم المواطن يهتم بشأن العامة متاع بلاده بش يحس بها بش تنمى الوطنية متاعه صحيح هذا صحيح علش لأنه أولا نحنا كان أنتي تلاحظ في الأيامات الفارتة وغيره وحتى في الأشهر السابقة أنا كنت من أول المدعمين والدافعين والمدافعين الشارسين مثلا على الرياضة كي يكونوا في الملعب الفريقي مازن بورقيبة ولا مثلا في الفوليذ الرياضي اللي هي الهونت لأن الرياضة وجودها وتأطر الشباب الرياضة تخلي الجون أولا في بلاسة ما يمشي للفساد في بلاسة ما يمشي للمقاهي ويحسروه وعاطم عنده ما يعمل تكون عنده حاجة تكون عنده حاجة يحب يعملها اللي هي الرياضة تنميه تأطره حاجة أخرى دور الشباب أحنا إن شاء الله أحنا إن شاء الله معناتها أنا بش نقولك حاجة حسب السابق وحسب إن شاء الله اللي أحنا نحبون عملوه الشباب اللي ناجح في المجال الثقافي وأنا ولد المسرح ولد سينما شبابي كل عديته بين المسرح والسينما دونك عشت نفس الوضعية تلقى النواد الثقافية وتلقى الشباب اللي يمارس في الثقافة ما عندوش تأطير من السلطة المحلية شمعنتها ما عندوش تأطير معنتها ما فهماش يشكون اللي يسمعو ديمة اللي يدعمو لأنو انت قل لي برنامج الشباب ما عندوش إمكانيات بشي عم برنامج ثقافي لكن أنا كسلطة محلية نسمع الشباب ونسخر له الإمكانيات بش يكون عندو مهرجا ثقافي وإلا نشاط ثقافي وإلا يكون فهم على شلية ما يكونش فهم نادي السينما كيف ما كان دون لزاني 80 أي 70 في منزل بورغيبة كانت متبنيتو البلدي يكون فهم نادي السينما وموجود نادي السينما طب في منزل بورغيبة ومن أنجح النوادي وناشحين تبرك الله عليهم لكن مساكن وقل لك بعناش دعم وصحيح ما عندو مش دعم هذي من النقاص اللي كانت موجودة في السابق وأنه ديما اللي يشد المسئولية ما يعطيش إحاطة لازمة ورعاية لازمة للثقاف ونرجع لك هذي زادة نقطة من النقاط اللي تساهم في ارتفاع نسبة الحرق أنا بسعطيك حاجة بسيطة مش مش نطلع بيك فوق مش نحكينا من مدينة إلى هنا نوفردو مثلا أنا جيت مستشار بلدي شنو دوري دوري استشاري هل يدرى أنا دوري نجم يخفي قرار نوفردو أنا مثلا اللي أنا تجربة مرتبة بها جيت عوضو مجلس تنمية محل شنو دوري أنا دوري استشاري هل النجم نغير حتى كان نعد الناخب باش نغير نكذب عليه فلذلك أنا عندي ثقة في سيد الرئيس انو انو الجهات تخدم كل واحد يخدم منطقته ولذلك أنا على كل ثقة انو توا احنا على مستوى جهاتنا باش نخدموا مناطقنا ومش باش نكونوا استشاريين وانما باش نمسوا ملفات الحرقة في المناطق نطيعنا بالنسبة لي أنا ما ما بركوبا إذا تكون في المستقبل الفرصة موجودة مبدأيا ما زلت رأى روحي في الميدان ننجم نخدم برش حاجات ننجم نقدم الإضافة إن شاء الله وإذا جاءت حاجة في المستقبل باعم نكونوا كسبنا الخبرة الميدانية باعم نكونوا معناتها مع المواطنين مارسنا وروا أني مارست في المجتمع المدني لكن ديما تقعد كمام التجربة مهمة ياسر ياسر باش نجموا نوصلوا نهار كنكونوا في مكان في مستوى حكومة ولا مستوى وزاري معناتها تملي مكانك وتقدم الإضافة وتخدم الوطن رسالة نوصلها لأبناء مز بورقيبة نحن نتوى إن شاء الله لدينا مشروع تأذري تضامني في إطار توحيد الجهود العمل التضامني تحت غطاء لجنة التضامن لجنة الجهوية التضامن الاجتماعي كيف ما تكن ذن بذلك سيد وزير داخلية أنا ندعو جميع الشباب وأنهم ينضويوا معنا في المد التضامني وهذا ليس غريب عليهم ديور حتى على مستوى التينجا ومنز بورقيبة فيما مواد الفطار وأكثرية الناس اللي تقدمت حتى اللي تصلوا بي وبعثتهم ومشاوا شريوا بنوات بش يكون فيما تموين المواد الفطار فيهم العديد من الشباب وهذا أمر مشرف لأنه راو المد التأذري والتضامني ينمي الروح الانتماء وينمي الروح الوطنية وقت اللي أحنا نتأذروا مع غيرنا ونشدوا يدين بعضنا حمل الجماعي واللي ريش ترجمة نانسي قنقر